أشرف المسلمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حضرات السيدات والسادة أيها الحضور للعجلة يتشرف أعضاء مكتب جمعية المغربية الشمالية لمرضى السلياك وذوي الحساسية من الجلوتين أن يلتقي بكم اليوم من خلال النبوة الضبية التي تصادف هذه السنة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كريمة حلتو ترهوني رئيسة الجمعية المغربية الشمالية لمرضى السلياك وذوي الحساسية من الجلوتين كنرحبو بكم وكنتشكركم على التغطية ديال هاد الندوة الندوة احنا كالجمعية خدت على العاتق دياله باش تكل سنة تعمل ندوة طبية للتحسيس والتوعية بمرض السيلياك مرض السيلياك اللي هو مرض وراتي مناعي ذاتي من الامراض المزمنة فهد المرض خاطر وخاطر جدا فالخسنة التوعية ديال العامة بهد المرض بانا كينوح نوع د المرض اللي هو خاطر وكيقتل الناس في صمت والناس كتستاهن به لانا ما كيقولوا له ما عندوش الدواء عندو غير ريجيم الناس كمين كتستاهن بهذا المرض في حين انه كيؤدي الامراض اخرى اللي هي جد خطيرة فاحنا سنويا كنعملو طبعا ما انه مرض ديال الجهاز الهادمي كيكونوا اخصائيين ديال الجهاز الهادمي بالاضافة الاختصاص كل عام كنجيب اختصاص هاد العام عندنا الشعار ديال الندوة هو تأثير ومخاطر مرض السيلياك على الجهازين الهادمي والجلدي فمعنا أستاذة من المستشفى الجامعي بطنجة باشتاهدار على تأثير ديال المرض السيلياك على الامراض الجلدية الندوة كتتيحن العامة باشتعرف على المرض والمخاطر ديالهم وكتتيحن المنخرطين ديالنا اللي هما متشخصين وعندهم ديجا كينتشخيص وكينمرضة بايش يكون تواصل مباشر مع الاساتدة والدكاترة اللي حاضرين ويترحوا عليهم الاسئلة على حسب الوضع الشخصي ديالهم ويتلقوا الإجابات وبالتالي الدكاترة اللي معنا كيأكدوا عليهم بأن ما عندهم شي دواء أو ما عندهم شي حل آخر مغير حيميا وحيميا اللي هي صارمة ما فيهاش لوتين ما فيهاش تلووتس الإحصائيات ما كيناش إحصائيات من الثمانينات وحنا كنهضر على واحد في المية ديال الساكنة اللي مصابة بالمرض في حين أن العدد في تزايد مهول احنا في الجمعية كنستقبلوا عشرة الناس فما أكثر كل أسبوع فالعدد في تزايد وفي التزايد اللي هو جد خاضر خسنا نجددوا الإحصائيات وخسنا هاد الناس ما تبقاش الحقوق ديالهم مهضومة وما يبقاش كيموتوا في صمت وكيعيشوا في واحد الإهمال التام شكرا جزيلا السلام عليكم معكم تبا هانا اليمناحي أستاذة جمعية في مستشفى محمد السادس بيتانجان احنا هنا اليوم معاد الندوة مع هاد الجمعية علاش بالضبط حيث هما مرضى مرضى يعني ضد السيلياك عندهم حساسية ديال السيلياك ماشي احنا باش نوريهم الرجيم لأنه بالعكس راه هلا فامي اللي كان بدأوا معهم توعية وهم كيعرفوا كتار منا ولكن احنا هنا معهم اليوم باش نزولوا واحد الأفكار واحد المغالطات اللي كانت كترافق هاد المرضى ديال السيلياك هاد المرض اللي كيقدر يبن بشكل عادي طبيعي نموذجي عند الاطفال غيجيه واحد سوء تغذية وغيجي واحد انتفاخ ونشوفيه وتوقف النموم ولكن يقدر يكون مخبي ويكون عنده أشكال غير نمطية من بينها فقر الدم ولا تأخر في البلوغ ولا يعني مشكلة اللي كيكون مخبع مشاكل في الغودة الدرقية مثلا هاد المرض عند الاطفال علش عنده خاصيات هي انه كان قدروا النموذ للطفل كي تأثر بوحد شكل كبير وصار مضعفة اكتر خطورة احنا بغينا هنا ينكونوا باش نبينوا بانه الاهمية ديال ان هاد الرجيم يتحترم وهاد الاطفال ما يحسوش بالنقص يكون عندهم طبعا رجيم ديالهم وغادي يعيشوا طبيعيين ولكن عندهم سلوكيات خاصة بهم هاد المرض ما عندوش دوا ولا ما عندوش شي حاجة اللي غتعلجوا ولكن عندو الرجيم اللي تحترم مدى الحياة السلام عليكم دكتور ناجي زيوزيو رئيس مؤسسة الدادة للرعاية السيدة لانيا هي مؤسسة كتعمل من أجل المريض ومن أجل متابعة المريض وتحسيس المرضى إلى أخيره إذن هي مؤسسة اللي كتخدم على الفارماسيوتيكالكير اللي هي واحد المفهوم جديد لممارسة الصيدلة اللي كيوضع المريض في صلب الاهتمامة دياله والتتبع العلاجي ديال الدواء والتربية الصحية من هنا كتجيحنا هاد المقاربة ديالنا التشاركية مع واحد مجموعة ديال الإطارات مع الجمعية ديال المرضى وديال العائلة ديالهم من أجل عمل مشترك معهم ومع باقي مهنية الصحة كالأطباء الممرضين إلى أخيره من أجل لأن العمل مع المرضى وبالخصوص بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السيليا كالأطباء المرضى يجب أن يكون جماعي كي يشركوا فيه سواء الأطباء سواء المهنيين كلهم والعائلات يجب أن يكون عندهم واحد دور كبير والمرضى بالأساس لأنهم لا يجب أن يقتنعوا بالمرضهم ويستوعبوه ويعيشوا في الحياة السليمة ويتعيشوا معه إذن هنا تجي الدور للتربية الصحية اللي هو دور أساسي واللي الصيدالي خصوص يقوم به هو بالنسبة للصيدالي من خلال مدونة الأدوية والصيدالة قادم 7.04 لا بالنسبة للتوصية المنظمة العالمية في حال المنظمة العالمية الصحة والفيدرالية الدورية للصيدالة وكذلك بالنسبة لأخلاقية المهنة والتطور المهنة للصيدالة كمشي في هذا المجال هذا نحن بالنسبة لنا حاليا نبدأ في مشروع العمل المشترك مع هذه الجمعية السيدالة وبنسبة لنا هذه الندوية الدورة عندها أهمية كبيرة لا من ناحية التحسيس ولا من ناحية أننا يكونوا يجيوا خبراء مختصين اللي يوعيوا المرضى والمواطنين بصفة عامة